مرحبا عزائي متابعي قناة برلين بعيون العربية الفيديو مات اليوم هو راح تكلم عن مشكلة يواجهها بعض مستخدمي الايفون اللي هي بطء الانترنت او توقف الانترنت في شبكة الواي فاي او في شبكة البيانات الخلوية قبل ما ابدأ شرح لتنسوا تدعموا من قناة برلين بعيون العربية باشتراكوا لايك واتفعلوا نزل لشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي في البداية طبعا احنا راح نتكلم انه بطء الانترنت او توقف الانترنت طلعت للشارع ومتأكد انت عندك بيانات كافية لكن الانترنت مالتك لا يحمل ولا تقدر تتصل ولا اي شي فالطريقة الاولى اللي راح تعملها الطريقة الاولى واسهل طريقة راح ادخل على الاعدادات انزل من الاعدادات الى عام انزل الى بالاسفل ايقاف التشغيل طبعا انا دائما من اخرج الى الشارع واشوف انه بعض الاحيان شبكة البيانات ما عندي فاللي عملا اطفي الهاتف من هنا ايقاف التشغيل ابقي تقريبا خمس دقائق وبعدين ارجع على شغلة اشاهد انه رجع اشتغل مية بالمية وهي اسهل طريقة اسهل طريقة انه فقط ايقاف التشغيل وترجع على شغلة فهذه بالبداية اسهل طريقة لو انه هذه الطريقة لو الطريقة الاولى ما نفعت عندك راح نروح على الاعدادات ننزل على خلوي ندخل هنا خيارات البيانات راح اللي تعمله الصوت والبيانات تخليه LTE بعدها تنتظر خمس دقائق وتروح تسوي اوتو 5G او 4G اللي عندك او 3G فراح تشاهد اكيد اكو تغيير هذه الطريقتين جدا فعالة اما لو حسيت انه شبكة الواي فاي جدا ثقيلة ومدى يحمل اتأكد من الواي فاي اتأكد من الراوتر ليعطي البقية الاجهزة فقط بالجهاز مالتك اذا بقت المشكلة اللي تعمله انه تنزل على عام تنزل على هنا نقل واي عادة تعيين اعادة تعيين راح تعمل فقط اعادة تعيين اعدادات راح تعمله راح تدخل على اعادة تعيين اعدادات الشبكة اعدادات الشبكة راح يمسح شبكة الواي فاي وشبكة البيانات الخلوية راح ترجع من جديد طبعا يطفي الهاتف ويرجع يشتغل راح ترجع من جديد تسجل بيهم كأنه جهاز جديد فراح تنحل المشكلة وراح يصير سريع لو كانت المشكلة من الجهاز مالتك فهذا لحبيت أشرح لكم إياه أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته لا تنسوا تدعمون قناتي برلين بعيون عربية باشتراكوا لايك وتفعلون زر لشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل الآن يحاضر وشكرا للجميع مع ألف سلامة اشتركوا في القناة